بسم الله الرحمن الرحيم السائل خير عليكم ازايكم عاملين ايه وحشتوني كتير رجعنا تاني وجولة جديدة وسوق جديد احنا فين دلوقتي احنا القطر اللي انتو شايفينه ده قطر الصعيد واحنا على كبر المشاهد اللي فوق منه على طول في اتجاهنا لسوق المنيب سوق المنيب موجود في المنيب في الجيزة تمام لو انت عايز تيجي بالمترو ده المترو الانفاقة هو تنزلي محطة المنيب هتلاقي السوق هتعدي الكبري بتاع المشاهده هتلاقي نفسك في السوق ده المترو بتاع الانفاقة كمان احنا قريبين جدا من موقف الميكروبصات اللي بيتروح وجهه ابلي اهو الموقف اهو بصوا ده كبري المشاهد ادامه هتطلعي السلم ده واتعدي الناحية التانية هتلاقي نفسك باقيتي في سوق المنيب او سوق الثلاث في المنيب تمام كده عرفتوا بقى احنا فين احنا في سوق الثلاث في المنيب هنبدأ بقى جولتنا ونشوف مع بعض ايه اللي موجود في السوق طبعا هتلاقوا حاجات حلوة قوي حاجات رخيصة جدا 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 يمكن اسعارها بتبدأ من جنيه آآ بصوا دي كتب اطفال بصوا ده سويتشرت شتوي سعره خمسة وسبعين جنيه آآ طبعا انتم عارفين الشتوي بتده ينزل آآ آآ مش كتير بس خلاص يعني احنا دخلنا في الموسم الشتوي وهتلاقوا آآ يعني في صيفي آآ وفي برضو شتوي يعني الاتنين موجودين اي سوق هتنزلوه هتلاقوا كده في الصيفي وفي الشتوي بصوا ترنجات الولادي والبناتي دي بقى لو حابة تجيب الاولادك آآ بخمسة وسبعين جنيه وبخمسة وتمانين جنيه ترنج ولادي وبناتي وزي ما انتم شايفين تقال وخميتهم حلوة جدا والوان كتير بقى زي ما انت عايزة آآ هنا دي كانت تشرتات صيفي آآ بكم وبنصكم وكان سعرها خمسة وتلاتين جنيه زي ما انتم شايفين كده فيه صيفي وفيه الشتوي اللي انتم عايزينه هتلاقوه مكملين بقى مع بعض ونشوف ايه اللي موجود عندنا بصوا مجموعة الشباشب دي آآ سعرها كان عشرون جنيه اي حاجة فيها بعشرون جنيه وكلها جديدة زي ما انتم شايفين هنكمل بقى مع بعض دي شنط مدارس آآ طبعا لسه موجودة لحد دلوقتي آآ هتقوله خلاص كله دخل المدارس وخلاص بقى مش محتاجنا بس لسه موجودة الشنطة بمية وتمانين جنيه طبعا سعرها يمكن نزل شوية عن الاول طبعا كل شنطة فيهم لها سعر آآ هنا الجنس ده كان بخمسة وتلاتين جنيه آآ ده كان سمك بولت يا جماعة كان صاح يعني كان كان بيلعب في المية وكان سعره خمسة واربعين جنيه وده تونة خمسة واربعين جنيه على فكرة السوق ده خضار آآ طيور آآ اسماك آآ لحوم كل حاجة موجودة في آآ ده غير بقى القسم بتاع الهيدون بصوا السمك الصغير ده بعشرون جنيه ممكن في ناس كتير ما بتحبش الصغير ده آآ وانا من ضمن الناس ما بحبش السمك الصغير بس آآ بيبقى طعمه حلوة جدا فيه كمان الدورة اللي انتو شايفينه ده وكان سعر التلاتة خمسة جنيه بس مش عارفة هتاخدوتي شوز زي مش عارفة بس هي كان بيتبيعه كده هنا بقى كان فيه المفارش دي والمفرش كان بخمسة وتلاتين جنيه كان فيه مفارش اللي هما بيبقوا التلات قطع مع بعض كان بيتباع بخمسين جنيه هنتشوفه برضو دلوقتي اهو اللي هو بيتحط على التسريحة بتحط على البوفيه وكان سعره خمسين جنيه آآ دي برضو فرشة كان فيها شوية لعب اطفال بقى زي ما جات كده مكسرة آآ دي بقى فرشة كان عليها اي حاجة بجنيه بانطلونات آآ بلوفرات آآ تشيرتات كله بجنيه قال ليه بيبقى وشوف اللي انت عايزاه الفرشات اللي بجنيه موجودة هناك كتير جدا بصوا هنا آآ طقم الحلل ده كان تمن حلل بصوا جديد متأفل بقى الف جنيه التمانية والكارتونة بتاعتهم تحت هي كان بس مطلع منهم تلات حلل فوق والباقي كله جوه الكارتونة في كمان كان عندها بطنية هنشوف سعرها برضو آآ محطوطة كده على جنب هنشوفها اهي دي كان سعرها تلتميت جنيه هنا كمان لقينا طقم حلل آآ تمن قطع بسبعمية وخمسين جنيه او زي ما انتشافين هم تمانية انا عدتهم تمن حلل بس طبعا هي مش رصاهم مش حطان بترتبهم بس هم تمن حلل سعرهم سبعمية وخمسين جنيه وكان فيه كمان العباية دي كان شغلها حلو قوي وكان سعرها خمسة وتلاتين جنيه مش عايز اقول لكم الحاجة هناك رخيصة ازاي وجميلة ازاي آآ شفت كمان الخضار الخصوصا الخضرة يعني اللي احنا بنحب نجيب البقدونس الجرجير الفجل الملوخية النعناع مش عايز اقول لكم هناك كان حلو ازاي وصابح وشكله جميل وكمان آآ صغير كده ولزيز قوي بصوا المعالق دي حلوة جدا المعالق والشوك دي بستة جنيه الشوكة او المعلقة وتقيلة وحلوة قوي على فكرة آآ الستة دي بتقعد في وكالة البلح بتقعد في سوق الحد في الوكالة معظم اللي شفتوهم في سوق المنيب آآ بيبقوا آآ بشوفهم في الوكالة يوم الحد يعني بيفرشوا هنا وبيفرشوا هنا هنا الفرشة دي كان عليها اي حاجة بخمسين جنيه على فكرة انا نزلت قبل كده سوق المنيب بس نزلت السوق اللي جنب مستشفى ام المصريين آآ في جنب مستشفى ام المصريين بيبقى فيه سوق برضو يوم التلات في اسمه سوق المنيب برضو آآ بس على اصغر ده كبير يعني اكتر آآ متشعب بقى لكل حاجة خضار اسماك لحوم آآ فكهة آآ هدوم آآ كل حاجة موجودة فيه آآ السوق التاني خاص بس ممكن تلاقي سجات دفيات ستاير مش اكتر من كده بس انا نزلت اكتر من مرة وفيديوهاته موجودة عندكم ممكن تبقوا ترجعوا لها لكن بالنسبة للسوق ده آآ يمكن آآ اول مرة اصور فيه بصوا هنا الفرشة دي اي حاجة فيها بجنيه فيها طرح فيها شيلان فيها سكارفات فيها حاجات حلوة جدا واي حاجة فيها بجنيه بس طبعا تقلبي عشان تطلعي حاجات حلو بصوا كمان الطرحة دي حلوة جدا وبجنيه وده سكارف برضو برضو بجنيه يعني هتلاقي حاجات صيفي هتلاقي حاجات شتوي قلبي وطلعي هتلاقي حاجات حلوة جدا. هنكمل بقى مع بعض ونشوف بقى الحاجات اللي موجودة عندنا. زي ما قلتلكم آآ تقريبا اللي قاعدين في سوق الحد في الوكالة هم اللي موجودين في سوق المنيب. طبعا مش كلهم آآ بس يعني فيه يعني شفت كتير من اللي بيعودوا في سوق الحد شفتهم النهاردة في سوق المنيب وكله كان فارش وشغال بس اعتقد ان شغل الحد بيبقى احلى شوية من شغل آآ المنيب على ما اعتقد يعني. بصوا هنا الفرشة دي كان عليها اي حاجة بعشرة جنيه كان فيه امصان في بانطلونات فيه تشرتات. هنا كمان دي فرشة تانية وكان عليها اي حاجة بعشرين جنيه. ما بين الصيفي والشتوي. يعني هتلاقوا ده وهتلاقوا ده. هنا برضو كانت الفرشة اللي فاتت دي بعشرين وهنا فيه كان فيه برهات زي ما انتم شايفين كده احجام كبيرة آآ كلها احجام كبيرة فيه صغير آآ بس الكبير كان انتم عارفين بيبقى آآ نادر وجوده وكان موجود بخمسة وتلاشين جنيه. وحاجات كلها حلوة وحالتها ممتازة. آآ هنا برضو الفرشة دي كان عليها اي حاجة بخمسة وعشرين جنيه. لا بخمسة وتلاتين انا اصف. بخمسة وتلاتين جنيه. برضو ما بين الصيفي وما بين الشتوي. يعني طول ما انتي ماشي هتلاقي كل الفرشات دي آآ ما بين الصيفي وما بين الشتوي مش آآ مش حاجة واحدة بس. هنا كمان آآ دي كانت فرشة بقى فيها حاجات كتير قوي. كان فيها آآ الملاية اللي انتم شايفينها دي كانوا اتنين زي بعض. الواحدة باربعين جنيه. يعني الملايتين بتمانين جنيه. وعلى فكرة قطن مية في المية. خمتها ممتازة. بصوا جميلة ازاي. طبعا هي مستعملة. آآ بس الخامة بتاعتها حلوة جدا. باربعين جنيه الواحدة. هنا بقى لقنا آآ هنا الجزار ده بيكسر راس العجل دي. وكان الكيلو لحمة الراس بسبعين جنيه. الناس بقى اللي بتحب لحمة الراس والحاجات دي هتلاقي هناك آآ والكيلو بتاعها بسبعين جنيه. آآ واحنا مش نبقى شوفنا الدفاية دي على فكرة برضو بيبيع لحمة. يعني مش لحمة الراس بس في لحمة كمان آآ بيبيعها هو محل جزارة. آآ الدفاية دي كانت بمية وخمسين جنيه بصوا شكلها تحفة. والخامة بتاعتها تحفة. يعني مية وخمسين جنيه قليل جدا عليها. على الخامة وعلى شكلها. آآ دي كانت بميتين وتلاتين جنيه. دي كانت اكبر منها واتقل. يعني اكبر من اللي فاتت واتقل منها كمان. يعني ممكن في الخريف تبقى تستخدموها كبطانية تضغطوا بيها. في كمان البطانية دي وكان سعرها تلتميت جنيه. هي في بقى هتلاقوا آآ كوفرتات هتلاقوا ملايات. وآآ وعلى فكرة آآ لاحظت ان الملايات اللي بتبقى موجودة آآ بتبقى الخامة بتاعتها حلوة جدا بتبقى قطن مية في المية. الفرشة جاي حاجة عليها بعشرة جنيه. آآ هنا كان فيه ترنجات بناتي وولادي. وكان سعر الولادي ميتين جنيه وكان سعر البناتي مية وعشرين جنيه. بصوا دي ترنجات ولادي او شبابي سعرها ميتين جنيه. والبناتي كان سعرها مية وعشرين جنيه. اهو زي ما انتم شايفين كده. برضو شكلهم حلو جدا. آآ هنا بقى كان فيه المفارش اللي انتم شايفينها دي. وكان فيه الورد بتاع العريس. البوكيه ده كان بعشرة جنيه. آآ طبعا لو فيه حد محتاجه فهياخده هيزبطه وينظفه. فيه كمان المفرشين دولت واحد كان بتلتمية والتاني بسبوع ميت جنيه وكان في علبته زي ما انتم شايفين كده وجديد خالص. آآ فيه كمان فرشة كان عليها فساتين سوري. وكان سعرها بيبدأ من خمسين جنيه. آآ فيه اطفال وفيه كبير وفيه كمان خطوبة. طبعا كل ده مستعمل يا جماعة مفيش حاجة فيه دي ده. بس طبعا حاجات ممكن تغذيها وتزبطيها وتخلي حالتها حلوة وترجع تاني زي ما كانت. الاسعار هنا بتبدأ من خمسين جنيه. هنا كان فيه برضو فرشة للعباية السودة. وكان سعرها ميت جنيه. طبعا كان فيه حاجات اسمها ملحفة. آآ كانت موجودة وكان فيه عباية عادية. آآ يعني تشكيلة حلوة. آآ هنا برضو فرشة تانية كان عليها اي حاجة بجنيه. كان بصوا زي ما انتم شايفين كده. آآ فيه ترينجات فيه تشرتات فيه جلاليب. آآ بانطلونات كمان. وهتشوفوا حاجات حلوة جدا فيها. وكان فيها كمان شرطات بصوا الشرطة ده بجنيه. وحالته حلوة جدا. آآ هنا بقى الناس اللي بيبقى عندها كولمن والغطى بيبوز او الحنفية بتبوز. ممكن تجبيه له قطع غياره بكل سهولة. الحنفية دي ب11 جنيه. والغطى بخمسة وعشرين جنيه. وطبعا هو بيقولك اللي عندك الترمز الكولمن بتاعك اللي هو الابيض فزرق او الابيض فاحمر. وبيبقى هو عارف الغطى بتاعه وعارف كمان الحنفية بتاعته. بس انا اعتقد ان كلهم زي بعض بس يعني مش مشكلة. آآ هنا برضو كان اي شب شب من دوت بخمسة وعشرين جنيه وفيه بتلاتين. هناك شوية تصاد بقى وحاجات كده مستعملة طبعا متجرحة. بس طبعا لها ناسها وفيه ناس بتاخدها. آآ فيه ناس لأ بتخاف من الحاجات دي وفيه ناس بالنسبة لها عادي بتستعملها. آآ فيه السجادة دي كمان لقيتها كانت حلوة وحالتها كويسة آآ بتلتمائة جنيه. عندها بقى ترابيزات مكوى تليفيزيونات آآ ترابيزات تليفيزيونات آآ حاجات كده ظريفة. اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى احنا كده طلعنا بره يعني احنا كنا دخلنا السوق من جوة طلعنا بره بقى آآ ناخد فكرة ونشوف الحاجات اللي موجودة بره في الشارع الرئيسي. لان وإحنا دخلين آآ كان فيه بلدية والناس دي لم تشولها. فدخلنا في الشوارع الجانبية صورنا وبعد كده خرجنا ليهم تاني عشان آآ نشوفهم بقى بعد ما فرشوا ايه الاخبار. بصوا كمان حتى لو انتي محتاجة حاجات جديدة للعرايس هتلاقي اطقم كسات وكبيات وحلل وميلمين وصيني واركوبال هتلاقي حاجات حلوة جدا آآ يعني آآ حاجات كويسة واسعارها كويسة. انا عارفة ان فيه عرايس بتنزل تجيب من الاسواق دي. فبرضو آآ ليهم نصيب في سوق التلات في المنيب ان انتي تلاقي حاجات جديدة وحاجات حلوة جدا تنفع لأي عروسة. بصوا بقى الشتوي يعني بقى الشتوي ما شاء الله بقى موجود كويس. لسه اي نعم الجو حر جدا. آآ بس برضو الشتوي آآ شغال حلو قوي. آآ هنا الفرشة دي كان عليها الشوزات دي اي شوز بتمانين جنيه. كتشيهات وآآ هاف بوت وحاجات زريفة كده. آآ هنا برضو آآ حاجات آآ جديدة وحاجات مستعملة رفيع جديدة ورفيع مستعملة. وكان فيه كمان آآ باتناشر. آآ بالنسبة للجديد خالص. اللي هو في الكارتونة بتاعته. فيه بعشرة تلاتة بعشرة وفيه تلاتة باتناشر جنيه. بصوا برضو هنا كان فيه اللاية لو تاخدوا بالكم منها كان بتلتمائة وخمسين جنيه. بصوا بقى دي كلها حاجات مستعملة آآ هنا برضو آآ شوية رفيع كده ومعاها برضو كبيات على كاسات على آآ كبيات كبيرة اطباق آآ ازايز ازايز. زايز مية. زي ما انتم شايفين كده. طبعا يمكن الكباية مش واضحة قوي عشان آآ الشمس. آآ هنا دي كباية النوتيلة لو تعرفوها اللي احنا بنجيب فيها النوتيلة. الكباية دي حلوة جدا ونضيفة قوي قوي. آآ كانوا بيبيعوا الكباية بخمسة جنيه. وكانوا بيبيعوا الستة بخمسة وعشرين جيني. وده عجل اطفال. كده احنا خلاص خلصنا جولتنا في سوق التلات في المنيب. سوق التلات في المنيب. وزي ما قلتلكو السوق ده موجود عند موقف ميكروباصات وجهي ابلي. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايقوا شير للفيديو. لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. وتابعوني على الفيسبوك وانستجرام وعلى التيك توك. اشافكم في الجولة جديدة. باي باي. اشتركوا في القناة